كمان رئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد أيمن عشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجماعات واللواء أركان حرب إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجماعات الجديدة الأهلية والدولية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفقاً طبعاً له الهرم السكاني للدولة رئيس اطلع كمان على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجماعات الأهلية الجديدة اللي بتتبع الجماعات الحكومية والتصممات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها إدراسية ووجه كمان بزيادة عدد الجماعات دي إلى 15 جماعة على مستوى الجمهورية مع التركيز على الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة اللي بتؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارج مصر كمان وجه الرئيس بدقة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم كل المنشآت بمختلف الجماعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين فيها وده طبعاً عن طريق دعم أليات التعلم عن بعد في الجماعات المصرية عن طريق الاستفادة من الفرص اللي بتتحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب كمان الرئيس تابع الموقف التنفيذي لإنشاء الجماعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس بصياغة العملية التعليمية فيها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية اللي بتتميز بها المدن والمناطق اللي بتقع فيها تلك الجماعات عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500-500 ووجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية في هذا السياق وده طبعاً وفقاً لأعلى معايير الجودة وضمان جميع عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية اشتركوا في القناة